في واحدة من أجمل مباريات كأس العرب إذ لم تكن الأجمل الفراعنة إلى نصف نهائي كأس العرب المقيمة في قطر وتتغلبهم على النشامة الأردن نتيجة 3 واحدة كل التفاصيل احمل لي لايك مهم جدا وشير لأنه هاي بداياتنا وعاش السلام عليكم كيف الكواتي كيف الصحة إن شاء الله تكونوا بخير دائما هاي حلقة بعد نهاية مباريات منتخبي مصر والأردن في ربع نهاية كأس العرب المقيمة في قطر بعدما تغلب المنتخب المصري بثلاث أهداف مقابل هدف في مباراة من أجمل مباريات بهذه البطولة بوجهة نظر هي هذه أجمل مباراة مكاسمة على اللي صار بمجمل مباراة نحكي عن مباراة ونحكي شو اللي صار بالتفصيل ما حقيكم ممل بالمختصر بس ولكن المعلومات حتكون حلوة حتفيدكون زكرة فلازم تعملنا اللايك لحتى نتشجع ونستمر لأنه هاي بدايات القناة ما في عنا غير 82 مشترك كنتي رقم 83 بدايات مباراة ولا أجمل للمنتخب الأردني حيث سجله جولد كمنظم بشكل أكثر المنتخب المصري كلعبين كإداريين كجمهور كمدرب بك كان متوقح أبدا هادالأدام منتخب الأردني بصراحة قدمه شوط أول ولا أجمل من هيك تحركات الانتقال من الدفاع الهجوم تحركات ولا أسرع من هيك وبمباراة نصفتهم بالشوط الأول خنقول باستثناء آخر خمس داعي بعدين جاينا عيون سيطروا بالطولوا بالعرض الشناوي لو كانت أول 30 دقيقة ممكن تشوف مرجع من الأهداف محترامي وكيف تفوق منتخب المصري لأن منتخب المصري كان أفضل بس ولكن بأول من الساعة لو كانت شناوي لكن ممكن كنا شفنا مرجع من الأهداف لم نشفنا مباراة في إماراتي قطر والإمارات حسب للمنتخب العدنة ولعدنان حمد قراءة منتخب المصري أرى المنتخب المصري بطريقة فضيعة عارف النقاط القوية ونقاط الضعف وسير الشرط الأول مدخبه قدم مجهود خرافة بالشوت الأول وبدانياً مدخبه لا جاهز مدخب مصري أفضل منه فلا أنه يسكر المدخب واعتمد على المرتدات لعله وعسى أنه تصيب بهجمي حسيني طبي هالفكرة نوعاً ما لأنه هو أخذ مرتدين ثلاثة كممكن يأتيوا أهداف ولكن مدخب مصري كان جاهز أكثر مثل ما قلنا بدانياً أكثر مهيئ أكثر حاولوا شكل فرس والكل كان منتظر هداف له مدخب مصر أو مرتدي لمدخب الأرض راحة المباراة إلى شوات إضافية وبين شوات إضافية المدخب مصر سيتأهد لأنه بدانياً جاهز سواء على تويتر أو على انستجرام وعلى قول الشباب أردنيين قالوا له مدخب مصر لأنه الأردنيين هني عرفانين شوات إضافية معناته مزيد من الجهد ومزيد من التعب ويتعب واحد بدنياً اللي يدعب بدنياً فبيتعب ذهنياً فبيتعب ذهنياً فبيتعب من المباراة وهذا اللي صار مع منتخب الأردن قال هدف الثاني حاول يطلع بشكل فرص خطيرة ولكن الأرهاق كان واضح مع حسيني ترجم محاولة الضغط اللي عمله بعد القول الثاني والسيطر بعد القول الثاني إلى فرص حقيقية لا تتحول الاهداف سيطر ولكن من دون خلق أي فرصة تذكر في الهاتنا كنا عرفانين أنه المباراة شبه انتهت لو انتخب مصر ولكن المنتخب المصري سجل هدف الثاني بالنهاية المباراة الفازي اللي حسيني وزع مجهوده على داية المباراة في رواج تفوق على عدنان حمد نعرفان امكانيات لعيبته وزع مجهود البدنة على مدار تسعين داية أو على مدار مئة وعشرين داية وحسن بعكس عدنان حمد يلي اللي له كل التحي والاحترام حاول يعمل منتخب جميل وعمل كورت قدم يوم جميلة في ظرف شهر لو لو الحظ في الشوط الأول وأيضا غيرت على تويتر وقلت الحظ ما مع الأردن أبدا ومصر ساتة أهل من الشوط الأول كانت نتيجة واحد صفر ولولا الحظ كان معا شوي لكنه ممكن نشوف بالشوط الأول هي المباراة منتهية لأنه لو كان يجي هدف تاني بعد الهدف الأول تبع الأردن كانت مباراة حضيع وحيطلع من المباراة ومنتخب مصر سيحاول يلعب ردة فعل أكثر من تركيز قد ما حاول كيروش ربط الأمور منتخب الأردن 2-0 في شوط أول بنظر اللعبين مصري وجم مصري نحن المرشحين وقرر قد ما عمل كيروش مع حياة ويسلت على الفريق وكان ممكن شوف منتخب أردن في نصف نهاية كاس عرب في نهاية الأمر خلال ألف مبروك للفراعينة منتخب مصري ألف مبروك للشعب المصري ألف مبروك لكل إنسان مصري في هذا الكون هذا التفوق خلال هاد لك لأنه شامل أردن لعبتم وجاريتم بإمكانيات بسيطة لأنه إمكانيات لعبين المصريين أكثر وأكبر من إمكانيات لعبين الأردنيين هات شي واقع هي حقيقة فهذا تلك المن Aroundie منتخب ممكن بناء عليه هاد لك لعددان حماد وهذا المدربي اللي يعارف في بارساح منتخب مصري لو عنده الإمكانيات ولوع نص 끝나ف عرض لأردن لنشامل قبل فترة طويله لا أجزم إنه كان ربح لمنتخب مصري ولكن كنا شفنا منتخب أردن يحترم بشكل عام هذه البراية لمنتخب الأردن من أفضل البريات للمتخب الأردن هاد لك للنشامل هاد لك الأشامل الأردن، هاد لك للشعب الأردني هذا لك لكل إنسان أردني موجود في هذا الكون أيضا إلى هنا تنتهي الحلقة السريعة القفيفة اللنظيفة ورجع بذكركم لازم تعملنا شير لأن هذه هي بداياتنا ونعم محمد برجع بذكركم لازم تعملنا اللايك وشير وتشتركوا في القناة لأن هذه بداياتنا واتبعونا على مواقع التواصل اجتماعي لأنه دائما ما يتنشط فيها أكثر من أنه من واتبعونا على المواقع التواصل اجتماعي الرابط هنا السلام